موسيقى إن الأهداف الإنمائية للألفية التي اعتمدت في عام 2000 مثلت خلال 15 عاما بوصلة حقيقية لوكالات المساعدة الإنمائية الكبرى السؤال المطروح ما هو الحال بالنسبة لأهداف التنمية المستدامة ومن السؤال الآخر المطروح وهو سؤال مهم هل هذه الأهداف تراعي حالة البلدان الضعيفة التي تمثل تحدياً أمام المجتمع المدني من الناحية الجيوسياسية والأخلاقية ما هي البلدان الضعيفة والهشة؟ هي البلدان التي تكون عاجزة عن تلبية احتياجات أساسية لسكانها في مجال الصحة والتربية والتعليم ولكن أيضاً السلم والأمن والعدالة حتى نفهم هذه الإشكالية من الضروري أن نقوم بلمحة تاريخية بشأن أهداف التنمية المستدامة إن المساعدة الإنمائية هي ثمرة من ثمارات الحرب الباردة آنذاك كانت الغاية هي عدم سقوط البلدان النامية في حبيل الشعية وبالتالي هذه الأهداف تغيرت وتطورت مع مرور الزمن وفي نهاية السبعينات والثمانينات وبداية التسعينات الأهداف الأساسية للمساعدة الإنمائية كان يكمن في البنية التحتية آنذاك الهدف كان تلافي تداعيات الآزمات في الاقتصاد الكلي والتي أثرت على نظام المدفوعات في البلدان النامية إذن هذه التكيفات البنيوية تم اعتمادها من إعادة جدولة الديون والتي لم يرغب آنذاك بإلغائها لأسباب إيديولوجية وبالتالي أدى هذا الأمر إلى بعض أوجه الفوضى الاجتماعية ونسيما في مجال اليونان حيث هناك شرائح كاملة اجتماعية انهارت بسبب الانخفاضات في الميزانية وفي نهاية التسعينات وفي شهر سبتمبر عام 2000 تم تركيز على المسائل الاجتماعية ولسيما إعادة بناء المؤسسات الصحية والاجتماعية التي تم تفكيكها في الماضي من الأنشطة والأعمال التي تمت في إطار التكيف الهيكلي والبنيوي نعم هذا التكيف هذا أمر جيد تكيف هيكلي ولكن عندما ننظر إلى هذه الأهداف الأهداف الإنمائية للألفية عندما ننظر إليها نرى بأنه كانت هناك أربعة جوانب تم نسيانها الجانب الأول لم يتم الحديث في إطار الأهداف الإنمائية للألفية عن المجال الزراعي ولسيما نرى معظم الفقراء في العالم هم يعيشون في الأرياف وفي الناطق الريفية فإذا لدنا أن نساعدهم علينا أن نحسن الانتاج الزراعي الجانب الثاني المتمثل بالمدن الصفيح والمدن المهمة شريطة فيها لا كهرباء ولمية ولا حتى طرق مرصوفة ولا حتى نظم صرف صحية وبالتالي تم ذكرها بشيء صغير جدا في الأهداف الإنمائية الألفية وانا أيضا مجال الثالث تزايد السكان معظم البلدان كانت تشهد زيادة سكانية لا يتم طبطها ولسيما هذا له تعثيره في مجال البيئة فزيادة السكانية المفرطة من شأنها أن تؤدي إلى تدهور في مجال البيئة وهذا يمثل أيضا فخا للفقر إذن مسل السكان لم يهتم بهذا المجال فقط 0.2% من المساعدة الدولية كانت تركز على هذا الموضوع والمجال الرابع والأخير وهو المجال المتعلق بالبلدان التي تمر أو الخارج من الصراعات ونحن نعرف بأن هذه الأيام هذه مشكلة أساسية في مجال التنمية هناك مشكلة أخرى حيث أنه كنا نعتقد أن نفكر في إطار تصميم أهداف تنمية المستدامة أو في إطار الأهداف المائي الألفية كنا نعتقد بأن هذه الموارد ستكون موارد إضافية تضاف إلى المساعدات الأنمائية السابقة ولكن هذا الأمر لم يتحقق لم يتم زيادة الموارد ولكن هذه الموارد التي جاءت بعض الأهداف الإنمائية للألفية هي حلت محل المساعدات الإنمائية التقليدية والنتيجة بأن معظم البلدان الفقيرة شهدت عجزا في المجال الزراعي والبناء التهتية ولسيما في المدن وهناك أيضا مجالات أخرى وعيوب أخرى الآن نعود إلى إشكالية أهداف التنمية المستدامة ما هي هذه الأهداف؟ عددها 17 هدافا وهي أهداف غير متجانسة هناك أهداف تأتي في إطار الاقتصاد الجزئي وهناك أيضا من جهة أخرى أهداف تتمتع بطموحات كبرى وهي ذات أبعاد عالمية وكونية ومن الصعب تصنيفها إذن على عكس أهداف الميل الألفية التي كانت تستهدف البلدان النامية أما أهداف التنمية المستدامة فهي تستهدف كل البلدان وبالتالي فهي من شأنها أن تلبي الاحتياجات على اختلافاتها كالصين والالتحدة وفرنسا وافغانستان والنيجر أو حتى مالي وبالتالي هذه المقاربة هي مقاربة مهمة تؤكد على الجانب البيئي وبالنسبة لهذا جانب جذاب جدا جانب جذاب جدا ونتمنى ولسيما بالنسبة لأطفالنا ألا يعيشوا في الكوارث البيئية ولسيما إذا استمر السيد ترامب في أفكاره الجنونية وبالتالي من الأهمية في المكان أن نؤكد أن هذه الأهداف هي مهمة بالبلدان الغنية والصناعية التي لا أثر على البيئة ولكن في البلدان الفقيرة فالأهداف هي مختلفة فيها فمعظم هذه الأهداف أهداف التنمية المستدامة يتم تطبيقها بصورة صعبة في هذه البلدان طبعا الهدف الساسعشر من هذه الأهداف الذي يستهدف إيجاد مجتمع مزدهر يسد فيها سلم وبالتالي نشعر بأنه نستطيع أن نلبي هذه الأهداف في هذه البلدان الفقيرة ولكن ما هي الحالات الطارئة ذات الأولية في البلدان الهشة والضعيفة التوظيف والعمل ولسيما فيما تعلق بالتنمية الزراعية معظم الناس في هذه المناطق يعملون في الزراع ولكن هذا القطاع تم نسيانه منذ الثمانينيات وهناك أيضا التكوين والتأهيل الفني وهو أيضا جارب المنسي وهناك أيضا البنى التحتية الاقتصادية التي تم تهميشها على حساب الجانب الاجتماعي وبالتالي نرى في هذا الإطار ولسيما في العمل والتشغيل والتوظيف ليس هناك دليل لاستجابة لهذه الإشكالية الإشكالية الثانية الضرورية والطارئة للبلدان النمية هي الجانب زيادة سكان وتحديد النسل هذا مخطط يبين معدل الإنجاب في هذه البلدان معدل الإنجاب هو متوسط عدد الأطفال لكل أمرأة طيلة حياتها نرى بأنه في بلدان المغرب باللون الأزرق هناك انخفاض من سبعة إلى اثنين إلى ثلاثة أطفال لكل أمرأة خلال أربعين عاما إذن كان هناك انتقال ديمغرافي أما في منطقة الساحل نرى هناك خطوط مستقيمة لم يكن هناك تخفيض في عدد الولادات هذه البلدان الآن يزداد فيها السكان بشكل كبير جدا سأعطيكم مثال النيجر عددهم كان ثلاث ملايين عند الاستقلال اليوم عددهم عشرين مليون وفي عام الفين وخمسة وثلاثين سيكون عدد السكان اثنين واربعين مليون إلى ثلاثة واربعين مليون وفي عام الفين وخمسين سيكون عددهم بين ستين وتسعين في بلد ثمانية بالمائة من المساحة هي صالحة للزراعة وبالتالي مسألة تحديد ناسر هي مسألة مهمة في هكذا بلدان هناك أيضا مشاكل سياسية التي أثرت على أهداف تنمي المستدامة ويجب العمل على تهديئة التوترات والنزاعات وأن تجرى انتخابات نزيهة وليست مزورة ويجب أيضا أن نقوم بنضال ضد التهميش الاقتصادي والاجتماعي نرى بعض الشرائح الاجتماعية تم وصمها ونبذوها وبالتالي هؤلاء يقومون باستخدام الأسلحة كما في حالة شعب البل في مالي والذي قام بتشكيل جبهة تحرير مسينة وهناك أيضا كل هذه المسائل ذات الطابع السياسي علينا أن نتذكر بأن الجهات المانحة تعمل على الجانب الفني البحث لا يريدون أن يتدخلوا في السياسة وبالتالي الحكومات أو ليست لها هذه الجهات لا وسائل أمامها هناك أيضا مسئلة الأمن نعرف ليس هناك سلم دون تنمية ولكن الوكالات الإنمائية الكبرى تعيد وتكرر بأنها لا تهتم بالسلم والمهام السيادية وبالتالي علينا أن نعيد النظر بالدساتير من أجل تكيد على هذه الهوامش يجب أيضا أن نعيد بناء المؤسسات السيادية حتى تكون هناك مؤسسات تعمل لخدمة المواطنين وليس لخدمة الجهات السلطوية الضارية والمفترسة هذا يعني بأنه على الجهوس أن تكون جهوسة مؤلفة من عدة عرقيات وأن تمثل التنوع السكاني في البلد المعني من خلال الدرك والشرطة ويجب أن تركز على خلال الإنسان ولا أن تشكل قوة ضارية إضافية وهناك أيضا جانب العدل العدل يجب أن تكون شفافة وغير فاسدة وهذا الأمر ممكن هذا صعب دون دعم من الخارج وهذا الأمر الضروري من الضروري أيضا أن نعيد بناء الدول لأنه عندما تفشل الدولة المافيات التي ستحل محل الدولة هنا مخطط تبين طريق وصول الكوكاين من أمريكا اللاتينية مرورا بغرب أفريقيا وصولا إلى السوق في أوروبا الغربية وبالتالي فإعادة بناء الدولة وحل المشاكل السياسية الشائكة وبالتالي هذا الأمر مكلف صعب وحسات من ناحية السياسية ولكن الهدف السادس عشر من أجل بناء مجتمع مزدهر ومسالم سيبقى طموحا وحبنا على ورقة إن لم نقوم بتغيير أساسي من قبل الوكالات التنمية الكبرى وبالتالي هناك حوالي 43 مسألة تطرح إشكالية في هذا المجال وبالتالي علينا أن نصحع عيوب أهداف الإنمائية للألفية وينبغي أيضا أن نستمع إلى توصية ونصائح أشرف غاني أشرف غاني هو رئيس أفغانستان أفغانستان هو بلد يعاني من الكثير من المصاعب ولكن أشرف غاني كان مفكرا ومختصا في مجال الاقتصاد وهو صاغة وعبر عن نظرية إعادة بناء البلدان الضائفة قائلان من أجل استلبية ومواجهة البلدان العالمية كالجوع والإرهاب وهي موجودة الآن في ساحل الأفريقي يجب إعادة توجيه المساعدات من أجل بناء دول متينة وعاملة وهذه النقطة منسية في أهداف التنمية المستدامة شكرا شكرا